أول تعليق من الفنان محمد رمضان بعد سحب الدكتوراه الفخرية منه حالة من الغضب الشديد سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد منح الفنان محمد رمضان رسالة الدكتوراه في الآوينة الأخيرة وده قبل ما يسحبها المركز الثقافي الألماني الدولي منه بعد مرور ساعات معدودة على احتفال رمضان بالحصول عليها ونشر رمضان صورة عبر حسابه الرسمي وظهر في الصورة مع إحدى الأطفال في لبنان وعلق عليها وقال في أول تعليق لي بعد وقعت سحب الدكتوراه مع أصغر معجباتي في لبنان ربنا يحفظها لأسرتها وعلق الكتير على الصورة وقال هتعمل إيه بعد ما شهادت سحبت منك وعلق حساب تاني وقال هو صحيح يا دكتور لبنان تبرأت من الدكتوراه بتاعتك واعتذرت للشعب المصري ولكن من جهة تانية محمد رمضان وجد الدعم من ناس كتير وكان في تعليق باسم عبير بيقول سبحان الله يتسحب منه الدكتوراه ياخد الدكتوراه هيفضل أحسن ممثل في نظري ونمبر وان ترجمة نانسي قنقر